ظل الغرب والشرق مغرما ببلاد الرافدين حيث يبدأ التاريخ فإذا ذكر العراق ذكرت حدائق بابلة وبرجها وذكر نهر الفرات ودجلة هذا الأخير الذي بات يعاني بعد الوفرة انخفاضا ملحوظا في مناسب مياهه في السنوات الأخيرة وتحولت الضفاف التي كانت متنفسا لكثير من العراقيين إلى أماكن لرمي النفايات الصناعية وتغيرت الأراضي التي كانت يوما منبة للخير صحراء يابسة بعدما عجزت مياه النهر عن ري محاصيل الفلاحين الزراعية في ظل تقليص تركيا دولة منبع حصة العراق المائية سببت تلف عشرات الآلاف من الكيلومترات من الزراعة الأراضي الزراعية وكذلك هلك عدد كبير من الماشية في هذه المنعة وأدت أيضا إلى ارتفاع نسبة الملوحة في الأرض مما أدى إلى تغير طبيعات هذه الأرض من أرض صالحة الزراعة إلى أرض غير صالحة الزراعة وكذلك المشكلة الكبيرة هو نقص في مياه الشرب لسكان القاطنين في هذه الأماكن الثروة السمكية باتت هي الأخرى مهددة بعد تراجع أعداد الأسماك في نهر دجلة واختفت معها نار ورائحة شواء سمك المزقوف العراقي على أطراف النهر خصوصا أن العراق يحتمد أيضا اقتصاديا على الأسماك وتربية هذه الأسماك وبالتالي ممكن أن يسبب في ارتفاع أسعار هذه الثروة الحيوانية أما عن رؤيتهم للحلول فيرى قاطنو بغداد أن على الحكومة بناء سدود جديدة لاستغلال مياه نهري دجلة والفرات التي تذهب هباء في البحر دون الاستفادة منها في الزراعة وتقول مجالس محافظات الجنوب أن أزمة تدني منسوب المياه في نهري دجلة والفرات أصبحت مشكلة عامة لا سيما في ملفي الزراعة وتأمين مياه الشرب ما فتح أزمة أخرى في القضاء بين هذه المحافظات جراء عدم الالتزام بالحصص المائية المقررة والتجاوزات على النهرين في حين بقيت حقوق التحكم في النهر محل نزاع بين الدول الثلاث تتشابك مع القضايا المثيرة لمشاعر السيادة وتاريخ العلاقات السياسية المشحونة